تصعيد إيراني جديد رافق إعلان طهران أنها ستتجاوز الحد المسموح من اليورانيوم المخصب وفق الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع قوله أن قرار إيران بتجاوز الحد المسموح من اليورانيوم المخصب جاء بعد فشل باقي الموقعين على الاتفاق في تلبية مطالب طهران بحمايتها من العقوبات الأمريكية المصدر قال بحسب ما نقلت الوكالة أنه في حال تلبية أوروبا لمطالب إيران في المجال المصرفي والنفطي فإنها ستكون مستعدة لإعادة النظر في تقليص التزاماتها بالمادتين السادسة والعشرين والسادسة والثلاثين من الاتفاق النووي مبعوث إيران لاجتماع فيينا كان قال أن البلدان الأوروبية لم يكن في جعبتها الكثير لتقدمه في المحادثات التي كانت تهدف إلى إقناع طهران باحترام التزاماتها وكانت طهران أعلنت في الثامن من مايو الماضي التوقف عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة وفرضها عقوبات قاسية ومع زيادة التوتر في منطقة الخليج أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات من طراز F-22 إلى المنطقة بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة وقالت القوات الجوية الأمريكية أن تلك المقاتلات نشرت للمرة الأولى من أجل الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية ماهر نبواني العربية